بمشاهد التفجير والتدمير هذه يمر اليوم العالمي للتراث في بلد طالما تفاخر وتباهى بتاريخه الذي وصف بأنه من أعمق وأقدم الحضارات في العالم بسبب حرب لم تكتفي نيرانها بتدمير الحاضر وتأجيل المستقبل لتمتد لتحرق آثار ماض صمد آلاف السنين الآثار في اليمن ضحية إهمال الدولة كان هذا قبل سلطة الميليشيا التي حولت اليمن بأكمله لساحة حرب كبيرة لتنال المناطق الأثرية النصيبة الأكبر من الدمار سد مأرب، قلعة القاهرة، مدينة براقش، حصون الصرواح، مدينة صنعاء القديمة متاحف، كنائس وقبور قديمة تعود لآلاف السنين كلها في خلال عام فقط تدمرت أو تعرضت للعبث بسبب الميليشيا بطريقة مباشرة أو بأخرى فالميليشيا إن لم تفجرها أو تلغمها أو لم تجعلها هدفاً لغارات التحالف بعد تحويلها لثكنات عسكرية غيبت الدولة المكلفة بحمايتها وجعلتها لقمة سائغة للعابثين المؤسسات الأثرية الثقافية القليلة أصلاً لم تنجو هي الأخرى وما زالت تستنزف لتقف المنظمات الدولية والمحلية مناشدة بتحييد المناطق الأثرية وحماية الممتلكات الثقافية خصوصاً بعد التهديد بشطب بعضها من قائمة التراث العالمي فهل يا ترى سيمثل ذلك فارقاً لميليشيا استباحت أرواح الناس قبل أرضهم وتراثهم؟ اشتركوا في القناة